طيب كام سامير كامونة يعني رأيك في فوز الاهلي وفوز الزمالك الاول قبل ما ندخل في تفاصيل المباراتين دا بنقول مبروك للنادي الاهلي وجامهير النادي الاهلي مبروك للنادي الزمالك وجامهير النادي الزمالك لازم هنا ندي كل واحد حقه اسلام زي ما انت عارف لكن لو بدأنا بمبارات النادي الاهلي النهاردة انا بتكلم عن فوز بس الاول وفي مشوار البطولة وهل الفرقتين كانوا محتاجين الفوز في التوقيت دوات ومين اكتر كان محتاج الفوز النهاردة دا الاتنين النادي الاهلي بينافس ونادي زمالك بينافس انت بتتكلم دلوقتي النادي الاهلي بقى في المركز الاول 31 نقطة والنادي زمالك في المركز الثاني 28 نقطة وبرمت زوراهم بقى 26 نقطة مع الوضع في الاعتبار ان النادي الاهلي يعني لعب 11 مباراة وزمالك لعب 12 مباراة بالضغط في ماتش مواجد لنما بتتكلم في الدوافع النهاردة بتاعة الفوز الفرقتين كانت مطلوبة لكن الفوز كان صعب هنا وهنا تكلم عن نادي الاهلي النهاردة بيلاعب فرقة طبعا موقفة وعش في الجدول النادي الاتحاد ترتيبه 11-14 نقطة مدرب جديد زي عماد النحاس بعد رحيل كابتن حسان حسن نادي الاهلي النهاردة الحقيقة يمكن الشوت الاول كان افضل من الشوت التاني واحرز هدف مكسيوني هدف رائع مباراة 18 هدف حلو قوي عجبني الحقيقة وعملها بلسنج مباراة 18 هدف حلو نادي الاهلي كان متماسك اول 45 ديئة ابتدى يتحرك والخطوط كانت مفتوحة وبيقدر تحرك منورة الخطوط كويس قوي وكان فيه لعبة جماعي لكن انا ليه اتحفز بس النهاردة في ادايا النادي الاهلي ان هو الشوت التاني تراجع مستوى شوية نسبيا وما قدمش افضل حاجة عنده لسبب بسيطة انا ممكن احسها ان النادي الاهلي خطفة تراحها طويلة خطفة تراحها حوالي 7 او 8 ايام وانت بتلعب ضغط المطشاط عندك دورة وعندك افريقيا فممكن تكون اثرت على اداء لعبة النادي الاهلي وشوفنا كمان المسلماني النهاردة قاعد خمس لعبة مهمين جدا اثروا على اداء النادي الاهلي لما يكونوا موجودين النادي الاهلي بيرعب بكل قوطه وبيبقى اداءه افضل من كده بيرعب افشا محمد شريف كان قاعد السولية ديانج سوري معلول كل اللعبة دي كانت قاعد على الدكة وعمل تغييرات الخمس لعبة دول اه النادي الاهلي كان ابتدى يبقى ليه شكل شوية شوت تاني نسبيا لكن مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعاودين عليه ان هو بيروح وبيضيع ومحمد شريف نزل كمان يعني كان فترة الراحة على ما اعتقد ان هي اصرت على اداء النادي الان لكن في الموجمل النهاردة النادي الاهلي بيعرف يكسب عنده لعبة خبرات وبيعرف يكسب ولما يكون كسبان بيعرف يحافظ على النتيجة وعنده خبرات في الملعب وبيلعب تملي على الدوري يعني مهما كان برضه عنده تأثير في التشكيل في غيابات في كروت في اي حاجة اللي موجود يعني زي ما بيقوله الاهلي بيامان حضر بيقدي وبيقدر ان هو يعرف يكسب ويعرف يكسب ويحافظ على المكسب فيه فرق كمان انا بكسب ممكن يخش فيها جون او اتعادله النتيجة تروح مني او مشكلة في اسناد سينديا لا وعنده خبرات ان هو لما بيجيب جون بيعرف حافظ عليه طيب كابتل او الدهب